السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الأعزاء اليوم رح أشرح درس جديد بمادة التاريخ اللي هو القصور الأموية في الأردن بالبداية قبل ما نتعرف على القصور الأموية اللي كانت في الأردن بدنا نعرف أن موقع الأردن موقع استراتيجي أن يقع على الطريق الواصل بين دمشق والحجاز ومصر وهذا كان له أثر الاهتمام الأمويين بالبادية الأردنية أن هذه القصور كانت بالصحراء القصور الصحراوية فنتيجة اهتمام الأمويين بالبادية الأردنية أدى إلى قيام العديد من القصور على امتداد البادية فهناك عدة أسباب ساعدت في بناء القصور الأموية أول سبب استخدامها كأماكن للاستجمام والراحة ومارسة هواية للصيد إثنين استخدامها مراكز إدارية وسياسية يلتقي فيها الأمراء بزعماء القبائل المحلي لتوطيد العلاقات معهم أي هناك عدة أمراء وعدة زعماء للقبائل كانوا يلتقوا في هذه القصور من أجل مناقشة الأمور الإدارية والسياسية حنين الأمويين لحياة البداوة والفروسية إذن أيضاً الطابع العربي الطابع البداوة اللي كان يغلب على البداوة يعني أهل البادية على الأمويين أدى إلى بناء القصور في البادية الأردنية زي ما إحنا شايفين هون موقع القصور الصحراوية في الأردن يعني قصر الحلابات قصر عمرة قصر توبة وقصر المشتة وقصر الحرانات الحرانة عفوا قصر الحرانة هاي القصور الأموية اللي كانت في البادية الأردنية رح نتعرف عليها واحد قصر قصر من خلال جدول هذا الجدول ببيننا موقع كل قصر والخليفة اللي بنا ومميزاته أول قصر قصر عمرة الخليفة اللي بنا الوليد بن عبد الملك على بعد 75 كيلو متل الشرق من عمان مميزاته إنه بامتاز هذا القصر بالرسوم تتميز جدرانه بالرسوم والنقوش الجميلة اللي تتمثل حيوانات مثل النمور والأسود وأيضا زخارف نباتية إذن عنا النقوش تتمثل بالحيوانات على الجدران القصر مثل النمور وأيضا زخارف نباتية القصر الثاني قصر المشتة اللي بناء الوليد بن يزيد يقع بالقرب من مطار الملك علياء الدولي ومميزاته إنه هذا القصر كان عشكل مربع بنية من الآجر المشوي الآجر المشوي اللي هو الطين المشوي عشان يتماسك في أفران خاصة لشوي الطين زي ما أخذنا بالفصل الماضي عن أفران صهر النحاس في وادي فينان جنوب المملكة كمان عنا أفران لصهر الطين اسمه الآجر المشوي فكان هذا القصر على شكل مربع بني من الطين المشوي وزينت واجهته بزخارف الفنية الرائعة القصر الثالث قصر الحرانة بناه الوليد بن عبد الملك على بعد 55 كم من شرق عمان وهو قلعة مربعة الجوانب شكلها قلعة شكل مربع فيها عدة زوايا وكل زاوية بين كل زاوية والتانية فيه عندنا برج نصف مستدير يعني بين الزاويتين عشكل برج نصف مستدير والقلعة الهدف من القلعة زي ما بنعرف دايما انه هو حماية والدفاع عن اهل المنطقة سبب تسمية قصر الحرانة بهذا الاسم لانه يقع في وادي الحرانة حيث تتناثر الحجارة الصوانية على سطح الارض ويطلق عليها اسم الحرة اسم الحرة القصر الخامس اللي هو قصر الحرلابات يقع على بعد 25 كيلو متر شمال شرق الزرقاء اذا هذا هذا القصر يقع شرق الزرقاء مميزاته انه هو بالاساس هو قصر نبطي للانباط بعد الرمام والامويين والحق به المسجد والمحراب وايضا يوجد فيه خزان لجمع مياه الامطار للاستفادة منه قصر الموقر بني في عهد يزيد بن عبد الملك ويقع في لواء الموقر شرق عمان قريب من لواء صحاب ويوجد فيه جدرانه او على جدرانه كتابات بالخط الكوفي قصر طوبة بناه الوليد بن يزيد يقع جنوب شرق عمان على بعد 140 كيلومتر ويقع على الطريق التجاري بين البلقاء والحجاز اذا هذه القصور اللي تم بنائها في البادي الاردنية في عصر الامويين طيب هلأ نشوف اسئلة الدرس اسئلة الدرس اول اشي عرف قصر عمرة التعريف من خلال الجدول اللي حكينا يعني لما نحكي عرف قصر عمرة بتحكي هو قصر بنية في عهد الوليد بن عبد الملك على بعد 75 كيلومتر وبتميز بجدرانه بالرسوم والنقوش الجميلة قصر الحران وقصر الطوبة نفس الاشي زي ما حكينا بالجدول ببداية الشرح السؤال التاني فسر ما يلي اهتمام الامويين ببناء اللي هي الاسباب الاسباب اللي هي موجودة صفحة صفحة 58 استخدامه كاماكن الاستجمام استخدامه مراكز ادارية وسياسية وحنين الامويين لحياة البداوة او الفروسية ب اهمية عفوا اتنين با سؤال التاني با اهمية قصر طوبة اهمية قصر طوبة لانه يقع على الطريق التجاري بين البلقاء والحجاز بين البلقاء والحجاز تزين جدران القصور بالنقوش التي تصور الحيوانات كالأسود والنمور هذا الاشي بيرجع لأهمية الطبيعة واهمية اهمية الحياة الصحراوية عند الامويين انه هاي القصور زي ما حكينا كانت موجودة وين بالبادية بالبادية طيب السؤال التالت القصور عندنا القصر والموقع زي ما حكينا برجع بعيدهم عشكل جدول اول اشي اللي هو قصر عمرة قصر عمرة بنال وليد بن عبد الملك على بعد 75 كيلو متر الشرق من عمان ومميزاته انه تمتاز جدرانه بالنقوش الجميل قصر لمشتى نفس الشي الوليد بن يزيد يقع بالقل المطار الملكة علياء وهو قصر مربع الشكل من الآجر المشوي قصر الحرانة بنال وليد بن عبد الملك على بعد 55 كيلو متر شرق عمان وهو قلعة مربعة الشكل قصر لموقع قصر لموقع اللي هو زي ما حكينا بنال وليد بن عبد الملك يقع في الموقع الى شرق من عمان ويوجد على جدرانه كتابات بالخط الكوفي نعطيكم العافية ترجمة نانسي قنقر